اشتركوا في القناة كيف الواحد يختار الألوان شو شخصيته وهيك هلأ اليوم شاشتك أنا شخصية تانية صراحة لابسة أروى ما كتير بوقفة عجقة صح قديش تأثرت أنت لا بس أنا أجمالا علينا بحب كتير غير ستايلات يعني أنا ستايلة هو كرياتف وحب دائما أطلع بلوكات مختلفة لأنه أنا كل الكلايينس اللي بيجونا عنده كل واحدة بتنتمي لستايل عن الثاني وكل مناسبة وكل وقت تقلوا الأوتفت اللي لازمت لبسي الألوان اللي لازمت لبسيها ما تنسي نحن كنا بوقتها رايحين على شاتوية هلأ أكتر رايحين على صيفية وبنفس الوقت هلأ في كتير قصص اختلفت من جهة نظرت للأمور أنه أنا ما بقى فيه كتير ركز على البنات بس أنه قلوا شو بدون يلبسوه كمانا لازم ساعدهم أكتر من جوة يكونوا مقتنعين أنه هذا شيء هلأدوبي اللي بقلون وهذا أكتر أتشيف منت أنا عملته هالفترة يعني يمكن أنا أول ما بلشت كنت أنا أول ستايل كوتش بلبنان هالقدب بوسع وعملت هيك ستيل ديفرنت بالباكتج اللي أنا عملتها اللي أنا عملتها اللي هي الساشن الشام اللي يبقى لها تحليل ألوان شكل الجسم شكل الوج زدت عليهم سورفوس جديدة اللي هي كمانا البرفان يعني حتى صرنا الاندرتون بيخليني قدر ساعدها تعرف أي نوت بارفانات بدأت تفتش عليهم كمان القصص اللي فرقت أنا عملت ديزاين ركز للمحجابات سميته أورا اللي هو هيدا 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 إجزامبل لقلو هيدا ديزاين شو أرتك بالأورا أورا يعني الهالة كل حدا فينا عنده أورا energy of color بتكون محوطتنا هيدا هالألوان مثلا وهالورود الكونترست اللي عملته هو نيلي وأصفر النيلي والأصفر هني ألوان مضادين لبعض بس بيعملوا كونترست قوي أكيد هيدا الأورا لا بيلبق لكل البنات هيدا بيلبق للبنات اللي عندهم النيلي والأصفر أو البلو واليالو بالبالت حفب لون البشرة كمان لون البشرة دهون البشرة الكمبلكشن بيتوزعوا لكتير فصول البنات وكل واحدة من البنات اللي أجل عند الزباين صاروا يقدروا يعرفوا أنه أنا هالبالت بنسبوني هالألوان ما بقى بروح إلا عليهم ففرقوا كتير عليا شو عمشوف هلأ هون هيدا هو لونين نيون هلأ آخر موضة هو نيون مثل ما كنا عم نحكي من أكتر الموضة اللي هالأنا نازلين كتير قوي هالسنة كتير قوي أصدت أني أعمل حتى لون المحجبة فيها تلبس نيون مع لون أكيد هالدينيه بلون تاني أنا اللي أصدت أعمله بهذا الدزاين لينا أنه نوع الموديلات بس يكون كل واحد فيهن منه قطعة وحدة لحتى كل منات وقت بدأت تفوت أو هي سيدة وقت بدأت تفوت على حيالة أكيجن تقول لابس قطعة هي مأكدة أنه ما فيه ولا حدا لبس مثله هذا الشيء بيعطيها يونيك لوق وبنفس الوقت بيبرز الهالة تعيدها أنا ما ممكن ولا تكون عندي خليها بس لأنه بديها تشتري أو بديها تاخد خليها تاخد قطعة مرحة البقلة لأنه أنا هيك أكون منجحت وقتها أنا عم دويرة القصص اللي بتلبأ لو تلبس لشيء كثير بيناسبة وبدوية هذا أكتر شيء بيبسطنا شو عملت منه ألوان عملت كثير موديلات وكثير ألوان أخي جم نمر هيدا زيبرة زيبرة مثلا زيبرة أكترية العالم تمزجه مع لون أحمر أنا أصادت أنه هو زيبرة أوه هدي باللون الأخضر أنا فكرة هلأ كثير الأحمر والزهر مع بعض وعملت بس هيدا ضغري هذا من أكتر الألوان اللي كانت كثير عملتوا أحمر وفوشية مع بعضهم كانوا كثير حلوين كمانا عملت كثير موديلات بس إذا تلاحظ اللي شوي ميزني أنه أنا كل أوتفت معه منديله سنتير يعني كل محجبة ما بقى كثير بتحتار شو بدي لبقله هي أورادي الأوتفت جاهز وفي بنات عم يخدوه مش محجبات يلبسوه أز دراس يعني عاد دراس بتحط له السنتير وهو يعني هيدا السايز بيثبت له واحدة طويلة قصيرة ناصحة ضعيفة هي بتتحكم بالسنتير بطريقة كيف بتحب تلبسوه بس ولا موديل بيشبهها كتير يعني يمكن فيه ألوان تكون شوي قريبة من بعضها بس لتناشر فاصل اللي احنا كسيدات بنتوزع له أنا أصدت ديزاين يلي لقلي كون متوزع له يعني فيه أصص كلاسيكية هيدا شوي تلاقيها كلاسيكية ترابية هيدا ألوان خريفية رمضانية رمضانية اكزاكتلي في كمان استعمال لديه واحد يلبسه كعبية يلبسه كدراس له عدة استعمالات بس أهم شي انهو محتشم وطرندي بنفس الوقت هون عم شوف السورة بفور اند آفتر في كتير من مي كلاينت جولا عنده بيلبسوا بس أسود كانت كتير متردد انهي تطلع من البلاتية وإذا هون بتلاحظي قديش في صار اختلاف أكيد المي كوب بيلعب دور بس كمان نضوي الوجه صادقيني لنا لما هالقد هنا بصيروا يحبوا حالهم لما عم بشوفوا انستنت ريزالت حتى عندي على الميروار انه أنا عن جد في ألوان هالقد بيقول كل شي عندهم عم بيتغير حتى الفيدباكس أنا يمكن بقصة عندي أمر على انستغرام حط ريل فويس فيدباكس اللي حتى عن جد يشوفوا قديه هو الأفا هلقد مهم هنا كنت بكذا ويركشوب عملت كذا ويركشوب لبالجنوب وببيروت وبكذا محال وهالبراند يلي لقلي مجي في ناس قالوا لي اللي بتسميه أورا انه هي هالة بس الأورا هي ملونة لسبع ألوان وانا الكونسيبت يلي لقلي هو ألوان سهيدا الشي كمان خلينا اكتر اضطرق لهيدا البرت انه يميزنا قديش لقيت إكبال مريم على الاختصاص أو الدمين تبقوا لك لكون صراحة معيك لقيت إكبال أكتر مما أنا كنتمت واقعة يعني أنا أول ما بلشت ما كنتمت خيلي العالم رح تتقبله كنت مرددة هلا أنا جريئة بطبعي بس كمان كنسبت جديد أنت عم تفوتي على لبنان وأنه شو أنت عم تجي تقلي لنا ألوان ومقلوان لما صار يشوفوا الرزولتات لما صار يشوفوا النتائج لما صرت أنا عم شوف البنات أداء عم يفرقوا يمكن هون هادي بعض يومين بس من السشن هي بس غيرت بالتيشرت بالبانطالون لبست غير ستيل أداء أنت حسيت أضعف وهي مغيرنا ولا شي حسيت أن عملت ضايد صراحة هي بس نكتل بس الرايت كاتس من التياب يلي لقى لك تلبس والشي اللي بيناسبك وأحلى ماركتنج أنه يظهر من عندك ساتسفايد كلاينت وهي يجبون لك أختك أختها أمار فقتها في بنات يهدوا رفقاتهم الحمد لله كتير لقيت قبال والحمد لله كتير لقيت رزولتا وصدقين الممكن اللي بيبسطني أكتر البنت وأتشوفها الأد مبسوطة بحالة هذا أكتر شي كان يبسطني هون اختلفت الألوان من الأسوات هون لبست ستايلين مختلفين وصدقين عندها حيات بآخر صورة صرت كلها حيات وإذا تلاحظ هون لبست هي ستايل كلاسيك على فكرة هي هون هون تلبسون لحالة أنا لم أسعدها أنا أعطيتها القايد صارت تعرف كل شي يلبق له وهن لحالهم يروحوا ويلبسوا وبنقوا الصورة الثانية سعيدة بالتغيير الصورة الثالثة سعيدة بالحياة تصارت لحظت كمان ديفرانس أن هون لبس هي سادة ولبس أشارب وبالتاني ميل هي لبس منديل ولبس معرق صوفية المحجبة على الأكيد أنا مش زبايني بس محجبين بالعكس أنا إجاني زباين من كل الطوايف وإجاني زباين من كل المناطق وهول كلهم بحط لا يحبون يتصورون تظهر من عند هي تصور حالة وتقالي حطي لي إياها هذا لا يمكن تخيل الأدب يبسطنا هنا كانت تخطب الدموازال كانت وقت تخطب لا أعرف أي لون يجب أن تلبس هذا دراس وإنال الواو وكتير كمان وفرائل مزبوط من خلال المناطق تستمد أنك تحفظ على التجدد وده بكل شي ترندي مزبوط هذا هو دائما بس علي أنا لوقت بلشت بهال كونسيبت زدت علي سوريفس جديد من فترة دائما كمان عندي كولابراسيون مع عدة براندات بعمل وقصات أن أرجع زيد هذا ديزاين وبعد هناك كثير قصص أنا بشتغل علي أنا بطبع لنا بحب كل شي ليس بس بطورني بحب فيد تقم ستات بدنا نلبس قصص تعطينا لوق مختلف بس يكون مستر من هنا اجت عندي لماذا أنا بعمل هك شي ليش ما أنا بعمل ديزاين يكون شوية مختلف ويمكن قرائبيني أو رفقاتي من أيام جامعة بيعرفوا أن أنا كنت ألبس من هول أوتفتز كنت أنا أعمل من لن ما كنت لقى سألوني من وين ظلت براسة وقت وصلت أن قدرت أوصل له الوقت كمية من العالم الحمد الله قلت بدي أعمل هذا الدزاين وبيدي خلي العالم يلبس كله يكون متميزين وكمان ستايليش شكرا مريان إن شاء الله لك أنا بيتشدد دائما أنا معكل شي جديد شكرا للمتابعة شكرا